السلام عليكم ومعهدتكم أستاذ ياسر محمد نجيم المدرسة الشريفة الخاصة لغات في الفيديو ده هنعرض نموذج استرشادي للشريحة التخدمية أو النموذج أو البوستر اللي مطلوب منك أنك تعمله في البحث في البداية طبعا بنتوجه بكل الشكر والتقدير لأستاذ سامح محمد علي موجه الساينز وأعضاء هيئة التدريس لمادة الساينز على النموذج اللي هم قدموه واللي احنا هنشوفوا معهداتكم دلوقتي دلوقتي هنعرض نموذج استرشادي معمول لمادة الساينز وبعد كده هنعرض نسخة منه باللغة العربية عشان نشرح للطالب ازاي ايه فكرة النموذج او ايه فكرة الشريحة التقديمية وفي فيديو التالي هنبدأ اننا نشرح للطالب ازاي يقدر انه ينتج البوستر ده او الشريحة التقديمية دي طبعا هنا هتلاحظ باننا عملنا مجموعتين من العناصر التفاعل بينهم بينتج كذا السمات الخاصة بكل عنصر هي كذا بعد كده بتبدأ انك تخطط الفكرة في دماغك او الهدف في دماغك ايه الهدف اللي انت عايز تحققه من الرسمة بعد كده بتبدأ انك تستخرج الشكل الجمالي اللي انت شايفه مناسب لها على سبيل المثال ده نفس المخطط وبيظهر التفاعلات اللي موجودة عندنا وبعد كده زي ما احنا شايفين انه بدأ يقسم التفاعلات زي يحصل ما بين عناصر كذا اللي هي كل واحد فيهم بيتأثر بالعوامل الفلانية وبينتج على التفاعل بتاعهم الكاسير الكربون اللي هي بتتحول الى كذا وكذا وايه خطورة كل واحد منهم طبعا النموذج ده نموذج استرشادي مش نموذج جاهزة انك تاخده وتحطه داخل بحسك هي الفكرة هنا بان اننا بنشرح لك ايه فكرة النموذج او ايه فكرة البوستر او ايه فكرة الشريحة التقديمية علشان تقدر انك تعمل العمل ده طبعا انت تقدر بقى انك تخطط اكش كلام ده بيدك وتقدر تخططه عن طريق الكمبيوتر طيب لو بيدك وهتعيد تصويره لو عن طريق الكمبيوتر هتتابع الفيديو التالي اللي احنا هنشرح فيه ازاي تقدر تعمل النموذج شكرا لحضراتكم ونتمنى لكم جميعا كل التوفيق